بسم الله الرحمن الرحيم من الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرول أنفسنا ونسيئة أعمالنا من يهدي إلاه فلا قضل الله ومن يضرر فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنه محمد العبد الرسول قبل أن نبدأ بالدرس تلفون آيباد أغلق لا تشتغل ولا بكتابه ولا بأي شيء نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Before we begin the lesson put your phones away close your eye pads even the books put them away Don't be preoccupied away from the lesson with anything else Do we agree? Yes So whoever looks at his mobile phone or his iPad I'll take them نعم What are we going to study today? Who knows? نعم JazakAllah It's very important because it might take you out of the phone of Islam لأنها مهمة لأنها تخج المرة من الإسلام بارك الله بكم ما شاء الله مجل أهم شيء الآن عندما تأخذ رخصة القيادة طبعا أنت ما عندك ما هو مشكلة تأخذ رخصة القيادة لابد تعرف الأشياء التي لابد تأتي بها والأشياء التي لا تأتي بها وأن ليأتك المخالب ممكن يسحب منك رسطο صحيح ولا? نعم فعندما تأخذ اطفال لب tavواره و أنت تأتي بحانة العودة وأنك تأتي بحانة العودة قد تأتي بحانة العودة وأنك تتعرف أماً بشكل أطفال وأنك تتعرف أماك تتعلق وأنك تأتي بحانة وخطة تتدع لأنك تتعلق هذه الأهم ذلك قد تطبيق المطلع ربما تكون تعطي كيما نعطي ندرس رعاقذ الوضوء لماذا؟ حتى لا تصلي بقيم وضوء تعرف أن هذا ناقض من نواقه الوضو نعم the reason why we study the invalidators of wudu is because perhaps a person prays salah and his wudu is broken و تدرس مبطلات الصلاة لأنه لو جاء مبطل خرج من كريحة الصلاة باطلة and also we study the invalidators of a salah because if a person is praying salah and pastor in for example then the salah is invalid و تدرس مفسدات الصيام أو المفطرات حتى لا تعرض صيامك للبطلات and also you study the invalidators of some or those things which break a person's fast so when you're fasting you don't do something which leads to your fast being broken و تدرس محضورات الإحرام عندما تحرم بحج عمرا يحظر عليك مثلا لا تتطيب نعم and also we study those matters which are impermissible during hajj or for إحرام like using perfume when you're in a state of إحرام ما هو أهم شيء في هذا اللي ذكرنا أهم شيء نواقض الوضوء أو الصلاة أو المفسدات الصيام أو الإحرام ما هو أهم شيء في هذا نواقض الوضوء نواقض الاسلام أهم شيء نعم من باب أولد خفع الإسلام من باب أولد خفع الإسلام يقول هذا تقول مرة نواقض و مرة مبطلات و مرة مفسدات نعم لا في فرق لا فرق و مرة مرت Show وم sembla مر إبطلات و مرة مدى أبيéqu south و أكثر يقضل و مرة مواقض و مرتد نوع إلى مرتد عليه نور تقول سؤال إيقASE المعتبرين ألف في نواقض الإسلام من؟ أريد أن أعرفه؟ وإذا كنت أقول من أحد المعرفة المعتبرين قلت عن الإسلام أريد أن أعرف من ذلك من؟ كل العلماء الذين كتبوا حتى في كتب الفقه يوجد بعب حكم المرتد في المذاهب الأربعة وغيرا لا يوجد أحد ممن ألف في الفقه إلا كتب في النواق وليس هناك فقط أحد المعتبرين عن الإسلام أكثر كل أحد المعتبرين أي أي المعتبرين في الفقه يتحدث عن أحكام المرتد وعلمات المرتد وعلمات المتحدة وعلمات المعتبرين قلت عن الإسلام نعم طيب هل هذه النواقضة العشرة فيها خلاف؟ أو لا؟ هل هذه النواقضة العشرة مجمع عليها بين أهل الإسلام؟ هل هذه النواقضة العشرة في عشر نواقضة؟ أو هي أكثر؟ وليس هناك إلت على الإسلام؟ أو هل هناك أحد المعتبرين؟ لا، هناك أحد المعتبرين لا، هناك أحد المعتبرين ما شاء الله، يقول أكثر ولكن هذه الأهم المعتبر ما شاء الله لذلك الرسالة هو أن هناك أكثر من 10 الإنسان من الإسلام ولكن هذه 10 أكثر من الأهمية ومن قال هذا؟ ما الدليل؟ وماذا هي الإنسان؟ نعم ونجوان نعم نعم ما عرف الدليل؟ تمام يقول عندنا نواقض غير هذه النواقض العشر نعم 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 حتى الشيخ محمد بن عبد الوحاف في النواقض قال أن هذه من أكثر من أكون خطراً ووقوعاً نعم نعم حتى الإيمان محمد بن عبد الوحاف رحمه الله في نواقض الإسلام نعم 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 إذا وجدنا في نصوصة كتاب السنة الأخرى ما يزيد على هذا العدد صار العدد غير محدد وإلا من نجد صار العدد محدد لا يزاد عليه نعم We have to look at the other evidences of the Qur'an and the Sunnah And if we find from the other evidences from the Qur'an and the Sunnah That there are more than the number of those issues which are mentioned Then that means that that number which was mentioned in one particular evidence It does not limit the issue However, if we find from the other evidences of the Qur'an and the Sunnah That no further issues are mentioned above what has been numerated Then that means that that number, it limits the number of issues نعم مثال To give an example أركان الإسلام الخمس The أركان or the pillars of Islam of five بحثنا في نصوص الكتاب والسنة وجدنا أنه لا يزاد عليها إذا المحدد بخمس أركان فقط And we researched the other evidences of the Qur'an and the Sunnah And we found that there are no more pillars of الإسلام And therefore the number five, it limits the pillars of الإسلام to five only أركان الإيمان الستة محدد And also the six pillars of Iman They also limit the pillars of Iman to six only أبواب الجنة نعم محدد And also the doors of Jannah or the gates of Jannah, they are limited طيب العشر المبشرين بالجنة نعم However, the ten people who were given the glad tidings of Jannah and they were named as ten هل هناك من بشاه من النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أبواب الجنة نعم If we look at the evidences of the Qur'an and the Sunnah And do we find other people in addition to those ten who were also given the glad tidings of paradise during their lifetime? Yes we do إذن هذا العدد غير محدد بعشر And therefore limiting those people who were given the glad tidings to paradise during their lifetime to ten only We cannot do this طيب لماذا العدد هنا غير محدد بعشر بشرين بالجنة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بشرين بالجنة عشر لماذا ذكرها نعم So why is it that if there are more than ten people who were given the glad tidings to Jannah And we cannot limit those people to ten only Then why did the Prophet صلى الله عليه وسلم mention ten people And he mentioned that number ten who were given the glad tidings to Jannah هذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أراد من الصحابة رضو الله عليه في هذا المجلس أن يحفظوا عشر بشرين حتى إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم خرج الصحابة من المجلس يقولوا من ذكرهم اليوم عشر فلان وفلان فلان هكا مفهوم هذا من حسن تعليم مثل نقول لك اليوم احفظ الآن في هذا الدرس ثلاث فواعد نعم So this was because the method of the Prophet صلى الله عليه وسلم In teaching the صحابة and how effective this method was That those people they know to memorize at least ten those ten It's like for example and so if the Prophet صلى الله عليه وسلم Left the sitting and the صحابة left the sitting They have that number in their mind that they are ten And they can enumerate who those ten people are It's like for example when we're teaching We'll say memorize three benefits from the lesson Even though there are more than three benefits in the lesson But we limit it to three as a method of teaching So it's easy to memorize and recall تمام وسار الشيخ المؤلف على هذا الطريق طريقة النبي صلى الله عليه وسلم القواعد الأربع الأصول الستة نواقض الإسلام العشرة نعم And so the author of the treaties Imam Muhammad al-Abd al-Waghad rahim Allah He utilizes the prophetic method of teaching And this is why he wrote various treaties And he said القواعد الأربع The four important principles And الأصول الثلاثة The three fundamental principles So he mentions numbers Like the Prophet صلى الله عليه وسلم يجرسوا لكن الأصول الثلاثة أشرت القابر محددة Of course the three principles Which relate to the three questions in the grave They're limited to three نعم نواقض الإسلام العشرة غير محددة أكثر As for the ten invalidators of Islam The invalidators of Islam are not limited to ten There are more تمام يقول طيب أريد تختصر لي هذه النواقض العشرة أو لا أقض الإسلام كلها هل تستضيع And if a person said I want you to summarize for me These ten invalidators of Islam Or I want you to summarize for me All the invalidators of Islam Is it possible to do so? نعم إن شاء الله Yes إن شاء الله لخصها لنا العلماء رحمهم الله Because our علماء They also summarized for us the invalidators of Islam ممكن أن نلخص نواقض الإسلام كلها في أربعة نواقض And it's possible for a person To summarize every and all the invalidators of Islam In four main invalidators نعم القول والفعل والاعتقاد والشكر نعم And that is Invalidators Which relate to people's statements Actions Beliefs And doubts القول مثل يا الشب الشب الدي مثلا So the invalidators which pertain to a person's speech Is like a person who insults Islam الفعل مثل الشحر And as for actions which invalidate a person's Islam Like سحر Black magic الاعتقاد يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس برسول عليه الصلاة والسلام And as for invalidators which pertain to a person's belief Like a person believing that the Prophet صلى الله عليه وسلم Was not the final messenger of Islam الشك يشك في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسانته مثلا And as for doubts يشك في وجود الله As for doubts Like a person doubting the Prophethood of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم Or a person doubting the existence of Allah نعم طيب هل معنا دراسة نواقض الإسلام أننا نكفر طولا نعم And then after this is Do the invalidators of Islam necessitate that we then make a judgment of kufr upon a person or not? هل المؤلف طيب أراد بهذا التعليف أن نكفر الناس أنه يكفر الناس ماذا ماذا هو المؤلفة عندما يكفر هذا أن نحن 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 لماذا لا And the answer is لا لماذا لا لأنه في النواقض قال ينبغي للمسلم أن يحذر منها ويحذر منها إذن الغرق من التعليف والغرق من الدراسة أن تحذر وتحذر خدار وتقفر نعن and this is because the author himself in this treatise when he mentioned the 10 invalidators of Islam he said that it is upon you to be aware and cautious of these 10 invalidators and to warn other people from falling into these 10 invalidators and so he outlined his intent in writing this των and that is for you to firstly to avoid yourself إذا لا ننتظر حتى يقع الناس في الكفر لابد ننبها الناس ونحذر الناس لابد نحذر نعم 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 والإستهزاء والسخرية واللعب والضحك والنكت على ماذا؟ على الله سبحانه وتعالى أو على النبي صلى الله عليه وسلم أو على أي نبي من الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام أو على الشريع أو آيات الله الشرعية أو الكونية نعم إذا فلنقول أننا مجرد حقاً يعني مجرد حقاً أو حقاً أو حقاً أو حقاً أو حقاً حقاً أقل ما بيشانة؟ على ما بيشانة؟ على ما بيشانة؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ من المسجدين أو المسجدين أو آيات الله ماذا كانوا آيات مباشرة أو آيات القرآن أو أي شريحة شريحة لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ما يوجد عذر لهذا نعم And regarding this, Allah subhanah mentioned in the Qur'an قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ He said is it regarding Allah and His ayat and His message that He used to joke over Meaning is there nothing left for you to joke regarding and to laugh about Accept Allah and His messenger and His ayat Then after this, Allah subhanah mentioned that you have disbelieved after your Iman بعض الناس يقول هو مسلم يقول أنا لا أدري أن أستطع الله كفر ما أدري And sometimes a person might say and he's a Muslim He said but I had no idea that insulting the Lord, Allah, that this is kufr I had no idea Subhanallah إذا لا تدري أن أسببك كفر أشتعب من الدين أصر نعم And subhanallah if you do not know that insulting Allah is kufr Then what do you know about Islam? إذا نخوانا هذه مسألة خطيرة جدا لا بد نحذر لا نسمع ولا نتكلم بآية أو حديث إلا نحن خائفين نقف عند حدود الله نعم And therefore all brothers this is something which is very dangerous That we should not read ayat and hadith except that we are fearful and scared And that we stop at the limits which are mentioned in these evidences Yes نعم نعم الزبح لغير الله نعم الزبح الزبح لغير الله أي عبادة تصرف لغير الله شرك أكبر نعم نعم Secondly Slaughter an animal for other than Allah محبة وتعظيمة إذا يذبح لغير الله محبة وتعظيمة كالذبح الجين لأصحاب الكبور نعم And any act of عبادة which is directed to other than Allah Then this is شرك أكبر As for ذبح Slaughter for other than Allah Means Slaughter an animal Which is based upon love And exalting the one in whose name the animal is being slaughtered نعم وغيره منا يكبروا كافي كافروا في كل يوم سبعة عشر موة تقرأ أشتقول تقول غير المغضوب عليهم ولا الغالب نعم And then the third one The brother mentioned لا And then the third one Oh every day You recite 17 times throughout the day What do you recite? You say And not those people Who earned your anger Nor those people who were led astray 17 times in the day you say this كل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر الكفر أكبر يهودي نصراني مجوسي وغيره نعم And any person To whom the message of Islam was conveyed And then he did not accept the message of Islam Then that person is a Catholic Regardless of whether that person was a Jew Or a Christian Or a Christian Or other than me No And when a person says أشهد أن لا إله إلا الله I bear witness That Muhammad صلى الله عليه وسلم Is the worship of Allah And his final messenger And therefore If anybody comes along And the message of Islam was conveyed to them After the Prophet صلى الله عليه وسلم Was sent to the people And they do not accept the Prophet صلى الله عليه وسلم As being the messenger of Allah Than they are outside the fold of Islam Regardless of who that person is Yehudi Jew Christian Fire or worship Or anybody else Allah سبحانه وتعالى يقول قل يا أهل الكتاب يعني يهود ونصار لم تكفرون إذن من كفرهم كفرهم الله سبحانه وتعالى ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال وَالَّذِي نَفْسِ بِيَلْهِ لَا يَسْمَعْ بِيَهُودِ وَالْنَصْرَانِ ثُمَّ لَا يُؤْمَنْ بِيَهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْنَصْرِ نعم And Allah سبحانه mentions in the Quran And He addresses the Yahud and the Nasara He said يا أهل الكتاب O people of the scriptures من اليهود والنصار And addressing them He says The meaning of which is Why do you disbelieve? And so who made the ruling of disbelief and kufr upon the Yahud and the Nasara It was Allah سبحانه وتعالى And the Prophet صلى الله عليه وسلم He said I swear by the one in whose hand is my soul that nobody hears of me be it a Jew or a Christian except that he has to believe in me هَلْ بَعْنَ هَذَا نَقْتُلُهُ However does this mean a necessity that we have to now go kill them So does this mean now that we have to kill them? No by Allah Does this mean that we have to we don't fulfill our trust and our contracts? No we have to fulfill our trust and contracts Does it mean that we have to insult them and swear at them? No Okay, is the Muslim does this mean that we have to laugh? Does this mean that we have to laugh? No! You have to insist on the kufar You say that we have to inform us That's all right do this mean that we have to serve We have to teach and call and ascertainly guide and advise the non-Muslims. And we explain to them that that which you are upon. The Prophet Musa . Prophet Isa . They're called to its opposite. They're called to the worship of Allah alone. نخاف على الكفار من النار نقول نحن نخاف عليكم نحب الخير لكم وهو تدخل في دين الإسلام نعم and in fact we have to show the non-Muslims that we have a compassion over them or regarding them and we say to them that we are fearful and scared for your sake that you may enter into the fire لابد أن ننصح للكفار and so we have to be sincere in our advice to the kuffar نعم غير نعم السحر 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 الساحر يكفر كفر أكبر نعم and then the next invalidator is السحر and the الساحر the one who utilizes السحر he disbelieves with a major form of disbelief الكفر الأكبر نعم لأن الساحر لا يعبد الله هو يعبد الشيطان فلا يمكن أن نوظى بالسحر and therefore we cannot be accepting of السحر black magic أو إذا علمنا أن هناك ساحر لابد أن نرفع أمر هذا الساحر إلى أولاة العمر and also if we are aware of a person who is practicing سحر then we have to report his affair to the authorities and neither are we allowed to enter into the gatherings or the websites of the magicians and neither are we allowed to communicate with them or check magazines or journals or newspapers which contains any of this نعم طيب وغيره نعم طيب وغيره نعم هيدن من المسلمين against the Muslims نعم مساعدة الكفار على المسلمين قلنا في أول النواقض أن هناك من النواقض قولي مثل السبب الاستهزاء نعم 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 قال في البداية Talking to Islam نعم The invalidators of Islam Go back to 4 things The first of them is statements Que invalidate a person's Islam Like making insulting Allah's messenger و منهما هو عملي مثل الشحر ثم ثم there are other invalidators which are action based like جهة السحر و منهما هو اعتقالي ثم أخرى المؤمنين الذين يتبعون على المؤمنين الذين يعتقدون أنه يجب أن يعين الكفار على المسلمين نعم على قتل المسلمين وهذا هو مثل شخص يعتقد أنه يجب أن يساعدون المسلمين في تقتل المسلمين نعم الآن بين الدول الإسلامية والدول الغير المسلمة الآن هناك عهود لا يمكن أن نتعدى على هذه العهود نعم الآن بين المسلمين والنمسلمين هناك معلومات والتعاملات والتعاملين والتعامل مع الكفار انقسم الناس فيه إلى طرفين وصل وقسم يتعرض الكفار بالسبب والقاتل واخذ الاموال لذلك هناك عهود المسلمين يتعرضون مع المسلمين وقسم يتعرضون الكفار في عيادهم وفي تقوسهم وفي لباسهم ثم هناك عهود المسلمين وهناك عهود المسلمين وهناك عهود المسلمين لا ننتعرض لهم لا بيستخدأ ولا بيأخذ الاموال وننطقهم ونناك عهود المسلمين وننسى غير الناس في مباشрупة أو بسروره ونناك عهود المسلمين وننشاركهم في عيادهم وفي احتفالاتهم وننصح لهم ننصح لهم ونناك عهود المسلمين في فيراء وشرا ونناك عهود نناك عهود courte من قليلا جهاتا بنا أمامهمOT نخصهم إلى الله لابد نس aire على ما كان عليه النبي صى الله عليه وmeter والصحابة الله dissلا وفي صحابة الله عليهم تجان وnementقفا we have to be upon the same methodology and the same manner in which the Prophet صلى الله عليه وسلم and his associates used to interact with them نام يقول أنه مذنب عنده ذنوب نعم there are people out there who may have some sins and they admit to being sinners فماذا يريد ماذا يريد بعد الذنب يريد أن الله سبحانه وتعالى يقفر له الذنب طيب استغفر الله سبحانه وتعالى يسأل الله سبحانه وتعالى نعم and so this person who is sinning what does he want after his sin he wants to repent and seek forgiveness and so seek forgiveness from الله سبحانه وتعالى repent to him لا لا يستغفر لا يتوف لا يدعى الله سبحانه وتعالى but he does not seek forgiveness from الله neither does he repent to الله nor does he want to invoke الله تدعى من so then who do you call upon يدعى أصحاب القبور he goes to the inhabitants of the grave and he invokes them أصحاب القبور لو استطاع أن ينفع أحد نفع أنفسهم and had the inhabitants of the grave had any ability to help they would have helped their own selves ثم الله سبحانه وتعالى ثم الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى أمر العباد بأن يسألوا ولم يأمر العباد بأن يسألوا الأموات والصالحين and then الله سبحانه وتعالى he is السميع the all hearing and he is المجيب the one who answers the supplications and he is القريب he is close in his answering of the supplications and he is الرحيم he is the most merciful the one who bestows mercy and he ordered commanded us to invoke him and seek forgiveness from him and he did not order us to invoke the inhabitants of the grave فهذا يبحث لماذا تبحث وتتعب نفسك وتذهب وتشرك شرك أكبر عندما تجعل بينك وبين الله وصاعد تدعوه من دون الله ادعو الله سبحانه وتعالى بالتوحيد بالإخلاس يستجاب لك حتى كفار عند الشدة ما كأي ذهب الأوسطى كانوا يدرون الله مخلسين له الدين نعم and this person who is going and invoking the inhabitants of the grave he ties himself he travels he searches but why is he tying himself why is he searching why doesn't he seek forgiveness from الله سبحانه وتعالى and make his actions sincere upon التوحيد and so Allah will forgive him and answer his supplications even the kuffar of Quraysh when they were in a time of severe difficulty they will call out to Allah مخلسين الله الدين making their actions sincere for him إذن Allah سبحانه وتعالى he did not place between him and between creation people in the middle or interceders rather he ordered the people to direct their worship to him even Prophet Muhammad he does not possess the right or the ability to intercede and this is because on يوم القيامة the Prophet he would not begin a shafa'ah until Allah gives him permission to do so and this indicates and proves that a shafa'ah is the sole and exclusive right of Allah سبحانه بل بعد كل أذان ندع الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يُعطي النبي عليه الصلاة والسلام هذا المقام مقام الشفاء نعم in fact after every أذان we supplicate to Allah سبحانه that he will give the Prophet صلى الله عليه وسلم that place or that status to make the shafa'ah نعم نعم خرج عن شريعة محمد نعم خرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن لأحد أن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم it's not permitted for a person to fall out of the sharia of the Prophet صلى الله عليه وسلم نعم فإذا اعتقد أن ممكن لأحد أن يخرج عن شرع محمد صلى الله عليه وسلم هذا كفر كفر أكبر so if a person believes that it is allowed to be external to the sharia of Muhammad صلى الله عليه وسلم then this is disbelief and it is a major disbelief كفر أكبر نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم بُعِثَ إلى النَّاسِ كَافَ بَلْ إِلَى الثَّقَارِينَ الجِنْ وَالْإِنسِ ما يمكن لأحد أن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم and this is because the Prophet صلى الله عليه وسلم he was sent to all humanity in fact he was sent to both the jinn and mankind نعم to believe that any of the law is superior to Allah صلى الله عليه وسلم من يعتقد من قوانين غير نعم من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتقد أنه نام من أمة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من هو أعبر وأفضل وهدي وعبادة ودين أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم هذي كفر طبعا نعم أو حكم أفضل من حكم النبي صلى الله عليه وسلم أو مساولة نعم if a person believes that there is a religion which is more worshipping more pious more guiding better than the guidance of the Prophet صلى الله عليه وسلم then this person leaves the fall of Islam or if a person believes that there is a there is there is a set of laws which are better than the laws of Islam or a person believes that there is a religion or a set of laws which are equal and similar or equal to the laws of Islam then this is also and this is if he believes this لكن بعض الناس هدان الله أحيانا يسمع دعاء من عالم العلماء ويأخذ به من علمنا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذن أفضل دعاء ما جاء في الكتاب والسنة نعم however some people may Allah guide us and guide them if they hear from a particular scholar making a particular supplication then they will take this supplication even though we know that the best supplication is that which were taught to us in the Quran and the Sunnah نعم نعم الإعراض عن دين الله الإعراض عن دين الله إلا بالكلية لا تعلم ولا يعمل ما معنى هذا يعرض أي أنه يعطد دين ظهره نصر عفل السلام يعني لا يعرف شيء عن الدين إلا أنه ميم سين لا ميم حتى مسلم لا يعرف ما معنى الإسلام نعم ميم أعطد دين ميم إلا أنه يعرف ميم أو أعطي إلا أنه يسمى وإنثما إلا أنه يجب أنه تكون رفعاً إلا أنه يمكن أن تكون اعطد دين ويم ميم كذلك ميم في الشهاد ميم يعني لا يعرف شي عن الإسلام لا تقول من نبي هذا الأمي يقول لا أدري meaning he does not know anything about Islam if you say to him who is the Prophet of الإسلام he says I don't know تعالك علم لا أريد تعلم if you say to him come learn he does not want to learn كيف يعمل بالعلم and how can he perform any actions without knowledge وهذا الذي أراد أهل الإسلام أن يوصلوا المسلمين إلىه أنه لا يعرف شيء عن الدين ولا يعمل به أصم نعم And this is what the people of disbelief, they intend for the Muslims For them to be completely removed and distanced from their religion Such that they know nothing about Islam And neither do they perform any of the actions of Islam نعم نعم Helping مشرقين against Muslims إعانة المشركين قلنا هذا نعم قلنا نعم We said it previously Rejecting the Quran and Sunnah رد القرآن and Sunnah رد القرآن and Sunnah رد القرآن and Sunnah نعم And to hate anything from the religion even to carry out the action الشرك 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 ويقصد بهذا الشرك الأكبر نعم Also from the invalidates of Islam is a shirk meaning, a shirk الأكبر major shirk عبادة القبور Like worshipping the inhabitants of the grave عبادة الجن Or worshipping the jinn الخوف من الجن كخوف من الله سبحانه وتعالى Or fearing the jinn like the fear of Allah أي عبادة تصرف لغير الله شرك الأكبر أي عبادة which is directed to other than Allah that is the shirk الأكبر بعد هذا يقول إذا أبرغ شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جاء في القرآن لا يمكن أن المسلم يغلظ شيئا من الشريعة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيته نعم عوامر الشرع لابد انشارك لها صدرك نعم ثم بعد ذلك المسلم يتحدث أن تبغى و تبغى شيئا شيئا ما الذي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا شيئا ما الذي الله سبحانه أخبرنا يعني أخبرنا شيئا 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 لا يمكن أن تبغى شيئا أو تبغى شيئا شيئا صلى الله عليه وسلم أو شريعة يجب أن يكون أجل وحبا بإذنان وحبا وحبا أعلى الله يقول أن يكون لذلك يجب أن تقلق أن تقلق أن تقلق أن تقلق أن تقلق وحبا أن تقلق 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 هذا الكلام مني طالب في فرنسا وقال جزائك الله خير زوجتي توقظ التعدد يعني يعني هو يقصد أن زوجة كافر نعم وقال جزائك الله سمعت هذا الكلام يعني أبحث عن غيرها نعم يقول أنه أخوانا أن تقلق أن تقلق أن تقلق أن تقلق أن تقلق أن تقلق خواد أن تقلق ونحن نتعلم ونحن نتعلم حتى نحضر وحذر ونخفر هذا صحيح أن تظهر أننا نتعلم هذه المعلومات لكي نقوم بها ونحن نقوم بهم ونحن نعلم ونعلمهم أخرين ليس أن نقوم بقفر على الناس هذا ليس لك، هذا هو المسك المرأة لا تنكر التعدد لا تبغض الحكم الشرعي لكنها بخلقتها بطبيعتها لا تريد من زوجها نتسوج عليها تحب الزوج تغار فهي لا تنكر الحكم الشرعي نعم and this woman she's not hating the law of Islam or she doesn't despise or negate or deny the law of Islam in terms of the permissibility of polygamy but her nature and the biology upon which Allah created her upon is that she doesn't want another woman or she doesn't want to share her husband with another woman her love and her jealousy and her pride it prevents her from wanting this thing نعم إذا لابد نفرم أن ندرس هذه الأمور من أجل أن نحذر ونحذر الناس أما الحكم على الأشخاص هذا الكبار العلماء المقضاء الشرعي نعم then this is for the major علماء and also the Islamic courts and judges نعم تريد أن أحد يقضي أو يحكم عليك بالكفور إذا أنت من بابي أولى أن تحرس على إصلاح المجتمع على رجوع من كان عن باطل من كان عنده اعتقاد من عنده شيء من هذا ترجع للحق نعم and we have to and it's important for us that we teach the people we convey this religion to the people because the Prophet ﷺ said a person does not believe until he loves for his brother that which he loves for himself and just as you don't want people to make judgments of kufr upon you or to mispride you then similarly you have to be that person who reforms society and brings people back into Islam and warns them away from falsehood I say Allah subhanahu wa ta'ala بمني عجودي وكرمي أن يولينا الحق حق لنزغنا اتباع الباطل الباطل ونزغنا اجتناب الله أعلم صلى الله عن نبيه محمد وعلم صحبه وسلم وجزاكم الله خير and I ask Allah from his kindness and his grace that he chooses the truth as being the truth and he allows us to implement it may peace and salvation be upon his prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم and jazakumullah خير yaşира اشترك— جيد showed up عمر وندع